المباراة كانت صعبة جداً وأعتقد كمان مستوى واضحة إحنا شفنا مستوى متقارب لغاية نهاية الوقت الأصلي واحتكام الفرقين لوقت بدل ضعية شفنا مباراة تكتيكية فنية ما بين باتشيكو وما بين كولر طبعاً لسه الاتنين ملعبين بعض في فاينال الكاس في مدة أقل تقريباً من شهر وبيلعبوا وطبعاً في فاكرة تكتيكية في البرنامج النهاردة هنتكلم على الفرق ما بين مباراة السوبر ومباراة نهاية الكاس حاجات سريعة يعني عشان تعرفكم المنضربين بيفكروا إزاي طبعاً ما ننساش برضو بصراحة إن كان عنده مشكلة الفريق لسه راجع من جنوب أفريقيا رحلة طيران صعبة جداً محمد طبعاً كان مع آخر الساعات طيران حاجة صعبة جداً جوم يوم التاس الصبح تلبي الليل بيتبلاغوا روح يا ابن روح عندك طيرا بكرة حضر شنطتك عندك طيرا وإيه عندك صفر عشان تلعب يوم الجمعة قدام مين؟ قدام الأهلي اللي في أفضل 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 حالة فنية وبدانية ومعنوية له في الموسم ده لو تفتكر الفرق يعني تخذك يا برضو نعمل فلاشباك أهلي بعد مباراة الهلال وأهلي سانداونز والنادي الأهلي في الوقت الحالي يعني فرق شاسع ما بين النسختين وأكيد طبعاً بصراحة يعني كناس شغالين في المجال الرياضي أكيد نادي البراماتي بصراحة ما كانتش مطالب واللعيب مش مطالبة بنها تكسب كل ما أنا لو رئيس نادي أو مدير فني استحالة أطلب من اللعيبة إن هي تحقق بس إحنا يا جماعة بننقذ موقف لكن الأمانة كان ممكن دي تمشي كده كويس لغاية لما باتشيكو ضرب التصريح لما إيه رأيك في التصريح تصريح غريب مش في محله وبعدين باتشيكو خسر من الأهلي ثلاث نهايات في ظرف سنة 23 يعني ومش تلاحل وتلعبتش وحش يعني وأنت أتزمت في إيه أنا آسف يعني يعني إيه الظلمة حتى يعني طبعاً أكيد كلكم بتفرجوا علينا سموا التصريح بتاع باتشيكو اللي هو قال فيه أصلاً أنا لوقتي فهمت ليه السيد مرتضى منصور رئيسة الزمايك السابق قد مش عارف إيه بيدمح يعني إن الزمايك مراحش لإن الأهلي كان هيتعاقك الأهلي دايماً بيبقى عنده محاباة حكيمات وروح أقيل لك مش عارف إيه في آخر بيوجه التحقيق يا جماعة بيوجه هتسألنا وجهة نظري باتشيكو بيأمن مستقبله إذا تمت إيقالته كل أمان نفس المدرسة البرتغالية أنا في المتاكد وكلنا عارف مدربين برتغاليين دايماً بيحبوا يلعبوا بالكروت دي لو إنت سألتين عن وجهة نظر الشخصية إنت دايك مباراة حلوة مباراة كويسة راكرة الجزاء الصحيحة أي راكرة الجزاء فيها مشكلة هي؟ مباراة الجزاء الصحيحة دايماً فيه واحدة تانية لأنك بعد حسين الشحات يعني نفسها طب بيرامد تظلم في إيه دا مش عارف فهم إيه الموقف اللي بيرامد تظلم فيه تحكيمياً في المباراة حتى الشيبي برضو مباراة حلوة ومباراة مشكلة كويسة عملت تصرف ولا أسوأ دا الشيبي المفروض يطرد ولا أسوأ أن أنت تعمل التصرف دا يا سيدي حتى هقولك الكرة طلع ببرة ما ترجعهاش الأهل يطلع الكرة عشان خاطر اللعب بتاعه واقع في نص ما لعبه ولا واقع مين عبد المنعم من ضربة من الفخرة دي من يوسف ماشي بص الحمد أعيان كنه مش الكرة طلع ببرة مثلاً محاعد بنامي سيبه وتعالج تمام؟ خد الكرة ولعب؟ خد الكرة وعمل هجمة ما ترجعهاش هنقبالها يا سيدي خلص أنت حر مش أزمة لكن اللي حصل دا أنك تستغل لعب واقع وتاخد الكرة ودعمل بقى شويتين دول يعني وكمان ماتش خارج مصر يعني لازم بردم الحتة دي خلي بايدك فوجة نظري الإدارات أولاً ثم المدير الكرة والأجهزة الإدارية داخل الفليق يجب أن نبدوها اللايب يا جماعة إحنا بنلعب ماتش أطبعاً ماتش تنفسنا بيننا وبعضه كل حاجة بس هم نعب فين لا بس دا مغريبي بمدير البرتغالي مش بنقوم الكلام دا لا لا يعني أقول لك الحاجة باتشيكوا أصلاً التصريح بتاعه بيسي لإدارة نادي قبل ما يكون بيسي لحد تاني طب أكيد طب متفق معك جداً 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 أصلاً هو المفروض يعاقب من إدارة نادي عايز أولهم إدارة نادي تاني هي اللي فكرت أحصل منكم؟ أو عايز يقول كان ياريت تعتذره زي ما التانية اعتذره ووافقته ليه؟ وهو وفق ليه لا لا هو وفق إخي يقولك أنا موظف في أمارة المجلس الإدارة إن أنا أروح ألعب فأروح ألعب إن أنا محترف بس يا فكرة فإن التصريح بتاعه موسيق الإدارتنا دي أنت بتقولهم أن تبعفوش تفكره وتبعفوش تخططه وهو لزميع في حاجة الموضوع أكبر منك وفعلاً الموضوع أكبر منك إنتاجش دعوة وتدخلش فيه ومش محتاج إنك تقول التصريح تاة وتصير بلبلة يعني أصلاً العلاقات بين الأهل وبيرمدس الفاتر الأخيرة بقت كويسة كويسة جداً والنسبة الكلمة بعض كويس وفي تهنئة حصلت دي لي حلوة طيب ليه أنت تعمل كده؟ ليه أنت تقول وأنا آسف أنت مش حر نفسك يعني أنت برضو أنت لأفوروبة مش هتطلع أنت أصحر نفسك لأ وأنت مش حر نفسك أنت مش حر نفسك ما تقول يعني إيه؟ مش اللي هيجي على بالك هتقوله أنت برضو في الأخي أنت موظف فأنت مفوت زي ما أنت كنت موظف في أنك نفست قرار إدارة ناديك في أنك تسافر وتلعب لأن أعزو الله حابق بكل أمان هو أصلاً بيرمدس الماتش ضغط عليه بدلاً مش مستعدله يعني الأهل مستعد بيرمدس ما فيش يستعد عنده بس هو يلاقي بماتش ليه إنقاذ من الماقف وقدرتهم يشكره على هذا الأعمى هما لعبوا بماتش وبرضي كان فكر فطولة نعم فكر فطولة إنت أمان أربعين ساعة تعال بلا معناه إيه تعال معناه إن الناس دي جاءت من جهة وقفة في المتات الصبح سافروا للهربعة الصبح يتمرانوا للهربعة بالليل يتمرانوا خمس بالليل لعب جمعة فعلا برضو ضغط بصراحة بكل أمان بس الإدارة هي تشكر إنت بقى ما تحاولش لو كنت من الزكاة نتك تقول إيه أنا بص يا جماعة إحنا يعني طبعا مش مستعدين لمبارات وعام علي العباك بيه كل حاجة بس إحدى عبنين أنا آسف يا هجيب استمنة مني ما شوف هل يا محمد اللي قد بدنات بيرامدز في مانش السوبر زي بيرامدز مانش الكس لا خالص مختلفة تماما فاكل مئة وعشرين ديها ده حسين الشحات مطلع كرة من على خط المرمى والشناوي طلع كرة مع خط ده بيرامدز في الشوت الثاني الإضافي وان سايد جيم ليه وان سايد جيم وفيه كرتين وان سايد جيم لكن هنا هو انت الهدف يدخل فيك برضه في الشوت الأول الإضافي زي الجنب بتاع حمد فتحي بس بعد هدف عالم علول في فرص لبيرامدز لا مفيش ليه؟ الفريق داسه مش قادر يوقف اللعبة تعبانة فأنا أعتقد كم من الزكاء ان باتشيكو ما يدخلش عاد بقى يقف ايه؟ في غملة الحماس والمشيخ اللي حصلت قالك بقى ايه؟ هو قالك ايه؟ احنا في مصر لما يبقى الأهل كسبان قدرت كرسي في القلوب حاول تطلع ترند خلاص الخريطة اتحافظ حتى اللعيب الأجناب اللي بيجي مبارا بحافظها وإحنا بصناعة عايزين يا جماعة مرة بس نفكر وإحنا مش عندنا ولاد صغيرين محمد بيتفرجوا علينا مش عندنا شاب صغير وعندنا نشيين بجدت قلت انا بدي علمهم لي بجدت والله بالأسف أنا أحب أقول لأي واحد بيمارس الرياضة والله بجدت طبعما كررت بمارس الرياضة ما تتكلمش كتير الرياضة ما تتكلمش كتير على فكرة الكلام أصلا ما يمشيش مع الرياضة اللي يتكلم ده المدرب العيس النادي انت عايز النهاردة تعود لصغيرين وتقول لهم مثل كويسة اتعب اكتهد صلح من أخطائك صلح من نقطة ضعف اللي عندك هو ده اللي احنا عايزين نقوله للعيب عشان نعمل ناشئين كويسين طلع يبقى حلوة عقليات كويسة نعم احنا النهاردة كل الناس بقى أهمها قصف الجبهات اه اه يلا نكسف الجبهات بالضبط نعمل أي حاجة نعمل فيها يعمل قصف الجبهات ده بتاع احنا في الإعلام ده شغلان ده دي أنا آسف دي شغلانة نحنا ده شغلان دي شغلانة نحنا احنا نتكلم نكتب ده شغلانة نحنا احنا آسف يعني احنا ولا هنلبس شورت ولا هنلبس فانيلا ولا شوز رياضة شننزل نجري معاكم فكل واحد يعمل الدور المو كلو طيب بس ترجمة نانسي قنقر